أنا أقول أن هذه الإعلانات خصوصا في الستة أشهر الماضية كانت تترى لدينا لنا أسبوعيا كل أسبوع يخرج لنا إعلان أن الأمور انحلت الانسداد انتهى الجلسة ستعقد مع ما تخلى لها من مشاكل ودماء وإلى آخرين أنا أشبه إعلان هذا اليوم بعدما أعلن قبل يومين بأن الأربعة هي جلسة حاسمة لاختيار رئيس الجمهورية وكنا أيضا في لقاء مع أخ عزيز وطيب من الأخوة في دولة القانون وقلت للا جلسة الأربعة ما راح تعقد ولن يصوت على رئيس الجمهورية الخميس كذلك أن عقدت أنا أقول تعقد لكنها أن عقدت أيضا لن يصوت على رئيس الجمهورية هناك مطيات إلى خلال 48 ساعة لم يسفر عن ترشيح رئيس جمهورية لم يسفر عن اتفاق ما بين الحزبين الكرديين على شخصية واحدة أنا خلال 48 ساعة شنو هل التفاؤل الكبير أنا أشبي هذا الإعلان إعلان أن الخميسة هي جلسة لاختيار رئيس الجمهورية أشبه ما تكون بإعلان الحمل الكاذب لإرضاء الزوجين لإرضاء عشيرة أهل الزوجين لإرضاء جهة على أخرى